السلام عليكم كديرين اش خباركم كديرين مع رمضان تكونوا لباس وبالب الصحة وتكونوا اموركم كلها مزيانة وصفة جديدة مواصفتنا الرمضانية اللي هي هاد الكورني هادا اللي كيجي صراحة سهل في طريقة ديال تحضير ديالو وناجح مئة في المئة ولديد لديد لديد بزاف غدي يجب بكم اكيد وغدي يجب ولديدتكم لأول مرة يشاهد قناتي ما تنساوش تشاركو في القناة اضغطوا على زر اشتراك وديروا لايك وشكرا جزيلا على المتابعة والناس للقدام ما تنساوش تديروا لي لايك ودخلي واحد الكومنتار وشكرا لكم بنسبة المقادير اللي انا احتجتها في الأول غادي ندير معاكم هنا المقادير ديال العجين عندي هنا يا معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات عندي معلقة كبيرة ديال السكر الملح على حسب الضوق عندي 4 كاس ديال زيت عندي هنا واحد الكاس دافي ديال الحليب اضغطوا اربع كاس ديال الزيت النباتية وعندي هنا كاس عامر مزيان ديال العنبة ديال الحليب وزيدة في واحد المعلقة ديال نيدون باش كيزيد كي يكون عاقد شوية وعندي هنا يا شوية ديال توم بودرة خميرة وحدة ديال الحلويات وعندي هنا يا الدقيق دائما على حسب الخالط ايضا عندي دك اول حاجة اللي غدي نديرها هاد الكاس هادا اللي عندي ديال الحليب فهو دافي اذا كاس اللي هو سخون دافي دافي مزيان وزيدة في ما اكتلكم واحد المعلقة ديال نيدو الى طفرات معلقة كبيرة ديال نيدو زيدها في هاداك الحليب وزيدة فيها 4 كاس ديال الزيت وزيدة فيها المعلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة حبيبات اذا المعلقة صغيرة عامرة وعندي معلقة كبيرة ديال السكار وعندي الملح دائما على حسب الضوق نحركم بحلقة تسبب لي ديال الخميرة بانها نساجمت مع داك الحليب يعني ادابت اذا ضروري هاد المرحلة هادي وكتجي سهلة هاد العجينة بزف 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 يمكن لكم تعتمدوها في اخر لحظة وكتجي ناجحة وكتجي لديدها اذا هوا هنهيين بعد ما نساجمو لي ايه كنزيد هنهيه شوية ديال التوم بودرا وغادي نزيد هنا ايه واحد يعني منك اخلطهم غادي مدن نزيد دقائق بشوية بشوية حتى يجمع لي ايه وغادي نزيد ديال الخميرة وحده ديال الخميرات الحالويات اذا هادا سوفك ما كتشوفو معاياك ازيد الخميرة وحده ديال الحالويات وكمداك نخلط حتى يجمع لي ايه اذا عجينة اللي مكتحتش نهائيين دلك غير الجميع فقط يجمع في العجينة سوف نتحكم في العجينة سوف نتحكم في اليد سوف نتحكم في العجينة نحن نقوم بشكل كامل نضيفها على شكل كرة نضيفها بالبلاستيك الغذائي و نضيفها 1-4 ساعة لا نضيفها تخمر بثاف نضيفها غير 1-3 ساعة كأكثر مدة و من بعد نبدأ نشكلها نضيفها من موت يجين والنا بالبلاست هذه يدة محهومة أنا سأكل بربعة我 10-4 ساعة Tracy نضيفها لمدة دقائق حثتنا أيضا أيضا نضيفها بالسكول على شكل واحد المستطيل باش نقطعها على شكل شرائط إذا هنتو ما السمك ديلها ما غاديش نخليها بطبيعة حتى تكون رقيق قبزة يعني ماشي بحالة نسرحوا الكعباء ولا شي حاجة غير مسرحينهم خلين السمك شوية ديل السمك يعني أنا غادي نوريكم إن شاء الله السمك ديلها كيف هاش خصو يكون كنسرحها على هذا الشكل دا وكندير خطوطة اللي هكا طوالين واحد الأشريطة اللي هما طوالين كيف ما كانتشوفوا السمك ديلهم تقريبا اصبوا بالعرض يعني انتو ما كنتشوفوا يرا الخطوط هكا شحدة شي كاتانيها انتوما السمك شوفوا السمك ديلها يعني مشي رقيق بزة و مشي غلضة كنبدأ نقطع حتى كنكملها كاملا أو تنحتاجوا مع ، لهادوك القوالب ديل الكورني اللي كيتباعو موجوزين كيتباعو اولا كنبدأ كنش دي حالة وكنبدأ كنضورو وكننجب بدي عن دي العجين تجربة الوصفة تنكمل سوف تجربة تجربة الوصفة اذا اركض القوة تحتاج الى الملاحات تغيير تغيير تحتاج الى الملاحات نجبد حتى نكمل العجين كنتحق الماضي نكمل نحن نضيف 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 تم اضيف اخر العجين ربق السبب ثم هي ربق السبب تقوم ببديد ون приديد من الورق المقوى لا ي justify السبب ورقة الاليمينيوم ناجحة ورقة ناجحة تكمل الكيمياء نضور نضير نضير نضع نضيف 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 اضيفها بيضة واحدة و اضيفها جيدة و اضيفها جيدة فهذا الاتناء اضيفها اضيفها الفران و اضيفها نشعل الفران من فوق و من تحت و اضيفها اذا سوف يكملتهم و قبل اضيفها نضيفها اذا كان لديكم لا تقوم بيضة و اضيفة اضيفها سوف يقوم بيضة ابوزها اضيفها هناك كمية كمية صدر الدجاج وقليش سوف اضيفها ثاني اضبرها بالطبع بطبيعة الحانوت عندما ان تصبح حانوته ستجعله بطبيعة الحال توابيل الشوارماء بطبيعة الحال إذا اضافة أدرتهم سما يبدوها بطولية و هو ما خرجتهم من الفران بقي سخاني غير تنوريكم شكل كموك محمرين و الزوينين و لذيبين بزافة سنقوم بعمل المحشو سنكمل المحشو كيف تشوفوا الشكل ديالهم رائع وكي يجيو صراحة الدادي نجربهم رغا ديكونوا ناجحين معكم ان شاء الله اذا هنا يجاج يليها وهنا يكي طيب ليها اذا كيف تشوفوا را كيتلق الما دياله باش نعرفوا بانه جاج طاب فلازم ما تبقاش في حتى نقطة ديال ما نهائيا ويبدأ كيتجمر لنا كنعرفوا بانه كتام النطج يلي بانه طاب تماما سوف نحرر كما قلت لكم توابيلي سهلة البزار الملحة وقدرت شوية دياله تون مجفافة ورأس ملعقة من توابيل شوارماء او رأس الحانس اللي توفر عندكم يعني كجلدي دياله صراحة اذا انتم كيف تشوفوا هنا يراها المقلة دياله هنا كيف تشوفوا ايانا شفا ما قد شفاها نهائيا حتى نقطة نهائيا ديال الماء هنا كنعرفوا بانه دجاج طاب في نفس المقلة نحيدو دك دجاج وقدر واحد معلقة عامرة ديال الزبدة مع معلقة ديال فورس اذا هذي غاد نحضر واحد الكريمة هنا ديال الجبل سريعة سريعة جدا كمده كنحرركم بحلاكات تتين ساج موليا على نار لي هي هديئة صافي وكنضيف واحد الكاس ديال الحليب لي هو كبير كاس كبير هذا ماشي الكاس دياله كاس كبير وكنبدأ كنحرركم بحلاكة كنضيف واحد شوية ديال البزار شوية ديال الملحة واحد الفرماجة اذا كنديروا هنا واحد بحلاكة كنسرحها ومن بعد كندير واحد الكيمياء ديال الجوبن إلا توفرات عندكم القشدة الطارية فغادي تديروا القشدة الطارية وغادي تديروا فيها يعني الجبل المبشور وغادي تحصلوا على كريمة الجوبن ما توفراتش كتجروا هذي شكلة ذا اللي هو بشاميل كتطلع رائع جدا سفيك تحركوها كمجتوني درت واحد الشياء ديال الجوبن هنرى طفيت نايا للعافية اردت صفيني رساليت ودرت اذا كدجاج وخلطهم زيان مع ديك الكريمة اللي هي بالجوبن وكان جي رائعة صفيدة بغاديم دا باش نعمرهم خليتها تحتبر دوليا عجيت كان حيد لهم هذي القوالب ديالهم انتم ما شفوه اللي بالقوالب اللي كيتباعو كان جبتها كساهل هذ القوالب يعني شكله هو ساهل صراحة ما كي كي جوا نجحين ههههههههه عندما شوفوهم كديرين من الداخل غاديم بدأ لندى بدا كنعمر فيهم ما هانتم ما هايها بعد ما خلطه شوفوا كدهك ت Anglo احطروا هاد الكريم هاد الحشوه هاد لوقيته هاد الحشوه هاد لوقيته اللي كتبغيو تحطوه هم باش كيبقوا لكم سخانيين و كيجوا لكم زيانين كماشتونين هاناي كانت شيا شوية فالجنيبات باش نلسق عليهم الجوب ونزيين اذا كان عمر الحشوه وكانت شيا شوية هادوك الجنيبات كيف تستخدمك الكثير من الاشتراك في الامر من الاشتراك في الامر فتصدق كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشكرا جزيلا للمتابعة وشركوا مباركة ومشاء الله راحنا يمكن اليوم العشرين بالرمضان الله يكملوا على خير الله يتقبلنا فيه وشكرا وإلى اللقاء